قابلة جمهور سلمي يتظاهر لمطالبة بحقوقه وهي الحقوق المشروعة التي يجب التتوفر في كل بلدان العالم وهي الكهرباء والماء والخدمات وغيرها هؤلاء الشباب الذين خرجوا للتظاهر لم يطلبوا سلطة ولم يرفعوا شعار تغيير نظام أو إقالة مسؤول أو وزير أو غيرها طالبوا بتوفير الخدمات الضرورية وهي الكهرباء وحصة مدينة كربلاء من الطاقة الكهربائية نحمل السلطات الحفاظ على سلامة الشباب المعتقلين وإطلاق صراحهم فورا ولا تنتزع منهم الاعترافات القسرية لصالح جهات سياسية تريد أن تعقد أو تصعد الموضوع ما جرى في كربلاء هو خروج تظاهرة أثر تراكم الحاج الماسة للمواطن الكربلائي وهي أبسطة أعتقلت شباب هم بعيدين كل البعد عن الأمور التخريبية والمندسيين أغلبهم طلبة لديهم امتحانات مصيرية لذا نطالب بإطلاق صراحهم ونحمل السلطات في كربلاء كافة ما يخص المتظاهرين وكافة ما يخص المعتقلين في الحفاظ على سلامتهم وكل ما يخص المتظاهرين المدنيين